انت ماشي وبتدور كده حواليك أو بتتأمل بتقابل جواهر جواهر من البشر وطبعاً الستة المصرية تكسب النهاردة هقدم لكم نموذج بنت تميط راجل زي ما أطلقوا عليها أهالي دوميان مها ميرفت عندها 26 سنة ميرفت قررت أنها تعيش حياتها بزي راجل مش عشان بقى هي عايزة تبقى راجل ولا علشان الجماعة هم بيحبوا يقلدوا الرجالة والرجالة تقلدوا ستات ربنا يا ربنا لا 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 خالص هي اضطرت أنها تعمل كده عشان هي بتشتغل وسط مجتمع بمهن شاقة مضطرة أنها تشتغل كده عشان تنفق على أسرتها نحن نشوف التقرير سابق نحن خمسة بثلاث بنات وولدان وأنا من زغري وأنا حب الشغل وحب الشقة وبهدلت كتير أبويا موجود وتعبان بتاعي هو لعن بيشوف بقى وعن ما بيشوفش به وأنا معواني حركة سبع سنين مرفا ديت من صغرية وهي طفلة صغيرة يمكن سبع سنين أو أقل أو أكتر بشوفها في الشارع أنا مفكرها ولا ليه بقى مجتهدة وأول ما شفتها تلقيتها ركبة عربية كروا مع أبوها اشتغلت فرشة إزاز في الرسم رسم على الإزاز بعد كده سبت رسم على الإزاز فتحت قهوة بيتعمل جبتي كتيل وبيتعمل شاي وقهوة للناس وفي كبايات سفر واباح ومتسايب القهوة وروحت لأي بدي ضعب بقى في الخردة عادت شغالة في الخردة فترة بقى وأي حاجة بقى أي مصلحة الجيلة وما قولش لأ واني ماشي واحد عايز يطلح حاجة راح أطلعها له حد عايز ينزل نزل له حد عايز يروأ شقة روأها له ما تكسيفش من زغري من زغري على اللبسي ده من زغري من واني لسه عايلة واني على اللبسي ده شعري بيطول حبة بحلوة بس بيطول شوية وما تقولش عن كده عميت بردو كعمل كتير في شعري ما تقولش عن كده أنا نفسي أرتاح نفسي في حاجة يعني زيت روسيبت لأي حاجة هتريحني كتير قوي حتى ولا أوقفها في إيه حتة سرح أحط فيه ولا شيل ولا أطلع ولا أجي روح وألاجي بس ميرفت شفتوها إزاي يعني التقرير ده طبعا بشكر زميلي اللي عرفون على ميرفت وأنا متأكدة أن اللي شاف التقرير ده دماغه اشتغلت لو كان معاكو حد بيتفرج معاكو هتعودوا تتكلمواها بعض كل واحد حيشوف بقى بشخصيته وبتربيته وبسلوكه وبوجهة نظره في الحياة لكن الأعتقد لو بصيت على التقرير اللي فات ده بقلبك أو بقلبك هتشوفي أن ميرفت دي ست أو بنت مصرية تستحق أنها تاخد جايزة تستحق أنها تكرم لأنه مش بمزاجها اختارت أنها تسترجل زي ما بينهم هي عملت كده عشان تسند أبوها تصرف على أخوتها تصرف على نفسها هي عملت كده عشان هي إنسانة متحملة المسئولية هي عملت كده عشان هي هقول بقى ستة بمية راجل هقولها عشان هي ستة مصرية أصيلة بجد ممكنها هقالك كل أحلامك يا ميرفت وما تعرفيش بكرة شايلك إيه يا حبيب وإحنا دورنا كإعلام إن إحنا نوصل صورتك وحالتك للناس كلها الناس كلها بتتفرج عليك والناس كلها هتعرف يعني إيه الدرس اللي أنت قلت من وراء كلامك هتعرف يعني إيه تحمل مسئولية إنت ستة وتحملة مسئوليتك شايلة شلتك زي ما بينهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة